السلام عليكم مينام ايز مشتبة و اليوم نحن ندرس الوحدة الثانية الالسالة في عدادة تحدث القطع عن بوليس أفصير سيوتيز وجبات وجال الشرطة اول ما تبدي القطع الناس يتبعون القانون يجينا سؤال لماذا تبدي القانون يجينا سؤال لما تبدي القانون يجينا سؤال لعيشون سوية بأمان هناك الكثير من القوانين المختلفة هناك الكثير من الواجبات الانواء المختلفة هذه الواجبات من الواجبات وجال الشرطة يجينا سؤال لماذا تبدي القانون الواجبات من الواجبات لأن هناك الكثير من القوانين المختلفة بعض المنتشبين يواجهون حركة السير يشي يواجهون حركة السير؟ بدون الواجبات بالحوالث جينا سؤال ويد جينا سؤال ماشي واحدة من الواجبات واجبات وجال الشرطة بعض المنتشبين يواجهون حركة السير؟ ايه الواجبات ايه قائع السلاة ايه الواجبات سبيدن السرعة is one of the leading causes هي من الاسباب المؤدية تدث للموت on the road على الطرق. يجيني سؤال why should drivers mustn't speed ماذا على السرع أن لا يسمعونه؟ سبيدن السرعة is one of the leading causes هي من الاسباب المؤدية on the road على الطرق. And police officers are also check police officers they also check وما يتشيكون that drivers and passengers سواق والركاب are wearing their seatbelt وما راكين الحزام الأمام ديش هي حزام الأمام seatbelt can prevent serious injuries يمنع serious injuries صعبات الخطرة if someone have an accident إذا واحد بوقع حادث هاي الجزء الأول خرصنا الجزء الأول ناخذ الجزء الثاني يتحدث عن investigating investigations and crimes شين هو investigations and crimes اللي هو التحقيقات والجماء الجماء when there are a crime happened ما حصلت جليمة where are the police sent into they sent into the place where it happened هما يرسلون للمكان اللوصابي الجليمة شي سامونا crime scene مسرح الجليمة يجينا سأل when there is a crime happened where are the police officers sent to أين يرسلون المجار الشرقة they are sent into the place where it happened وما يرسلون إلى المكان صار بأجائمه they investigate crimes like robberies وما يحققون الجوائم مثل من مثل السطور المسلحة investigate يحقق crimes robberies السطور المسلحة أي السطور المسلحة they need to look for evidence هما يحتاجون أن يبحثون عن evidence أولاً شنية الأدلة شنية الأدلة أدية like fingerprints and footprints مثل طبعات الأصبع وطبعات الغجل غجل ويجينا سؤال how fingerprints and footprints can help the police شلون طبعات الأصابع وطبعات الغجل يساعدون الشرطي they can help them by identifying and يعرفون and arrest the criminal ويعتقرون المجوم and the police officers doesn't have to recognize the fingerprints themselves ما يحتاج الرجال الشرطة أن يميزون طبعات الأصابع and the fingerprints experts who do that طبعات أصابع الخبراء يسمونها أي الخبراء they interview witnesses من هو وطنسوا PU acesso من هو وطنسوا PU souls وشاهدين شاهدين وعنوا وطنسوا PU كيف يمكن للشاهدين أن يساعدون أو جعل الشرطة They can help them by telling them يمكنهم أن يساعدوهم واسطة أخبارهم How the criminal looks like كيف يبدو المجوم Or what time the crime أي في أي وقت المجوم was committed أنه كان ارتكب أي That's how he can find the police خلصنا من الجزء الثاني ناخذ الجزء الثالث الجزء الثالث يتحدث عن police officers prevent as well as solve crimes هم يحاولون يمنعونه ويحلون الجمال أي أي police officers try to prevent crimes and solve them solve crimes أي كيف They often وما عادة غادة watch places يمشاهدون الأماكن where crimes are likely to happen عادة ما تحدث شنن هذا الأماكن crowded places الأماكن المزدحمة that attract pickpockets هم شنو يجذبون النشارة and shops that sell expensive items والمحلات اللي بيعان أشياء غالية أي شنو تجذب في لصوص أي أي يجينا سؤال Who are pickpockets من هم النشارة pickpockets are people who try to steal from people's wallet وما يحاولون أنه يسرقون من محافظ الناس يرقون محافظ الناس أي هذا يخلصني الجزء الثالث ناخذ الجزء الغابع يتحدث الجزء الغابع عن washedpockets will help with everyday problems The trick will help with everyday problems every day sure if you are lost if you can't trip you don't worry not tür Imagine you can't just ask a police officer for the direction depending you are passing if you are lost if you are lost what can you do You can ask imagen asks aje أن تفعل. I can ask a police officer for direction. كنني أن أسر رجل الشرطة للتجارة. درسنا اليوم أربع إذا نحددهن كله. الأول جزء يتحدث عن some officers direct traffic. بعض المنتسبين يعني تجهون عمل حركات السير. الثاني يحققون الجرام. ثالثاً يحققون الجرام. ثم يحققون الجرام. ثم يحاولون أن يمنعونهن ويحلون الجرام. الثاني يساعدون كل المشاكل اليومية. السلام عليكم. الثاني يساعدون المشتبة. اليوم نشغح أسئلة قطعة police officers duties. عاجبات رجال الشفقة. أول سؤال. How can people live safely? كيف الناس يعيشون بأمان? الجواب تتبعون القانون. عليهم أن يتبعون القانون. السؤال الثاني. Why should people follow the law? ليش على الناس أن يتبعون القانون. to live safely. يعيشون بأمان. السؤال الثالث. What are the duties of the police officers? شنية واجبات رجال الشرطة؟ to investigate crimes, direct traffic and help people. المعنى أنه يحققون الجرام. ويوجهون حاقة السير ويساعدون الناس. سؤال الثالث. Why do police officers have a lot of duties? لماذا؟ لدى رجال الشرطة الكثير من الواجبات. الجواب. Because there are a lot of laws. هناك الكثير من القوانين. سؤال الخامس. Why do some officers use غادار's big guns? لماذا؟ بعض رجال الشرطة يستخدمون غادار. الجواب. To identify people who are driving too fast. ليكتشفون الناس اللي يسوقون اللي مسوحين. سؤال الثالث. Where are the police officers sent if there is a crime happening? أين يرسلون وجال الشرطة عندما تحدث جويمة? They are sent into the crime scene to investigate. ثم يرسلون إلى مسرح الجويمة. سؤال الثالث. Why should people use the seatbelts? ماذا؟ ماذا الناس يستخدمون أحزمة الألمان? ليش؟ Because the seatbelts can prevent some serious injuries if you have an accident. المعنى أنه لأحزمة الألمان كنانح أن تمنع الإصابات الخطيرة. السؤال الثامن. How can witnesses help the police? كيف المشهود يساعدون وجال الشرطة? الجواب. They can help the police by telling them how the criminal looks like and what time the crime is committed. المعنى. يمكنهم أن يساعدون وجال الشرطة بأخبارهم. كيف يبدو المجرم بأي وقت الجويمة تكيبت. السؤال التاسع. What is a witness? الشيء ما المقصود بالشهود. A witness is someone who might have an information who saw or heard. اللي شوف أو سمع something at a time of a crime. في وقت الجويمة. السؤال الثامن. What is the main cause of a car accident? شنوى السبب الرئيسي اللي حد حوالث. الجواب. speeding is the main cause of accident. السؤال هي السؤال هي الطغير اللي main cause of speed of accident. الحوالث. السؤال الثامن. Why do police officers look for fingerprints and footprints? لماذا وجال الشرطة يحدثون عن طبعات الأصابع والأرجل. الجواب. Because they might be an evidence for a crime. إنها تكون دليل للجميمة of a crime. الجواب الثتاش. الثناعش. How can officers investigate a crime? كيف يحققون؟ كيف يوجد على الشرطة يحققون الجميمة؟ الجواب. They can look for evidence. يمكن إنها يبحثون للأدلة. Like footprints and fingerprints. Or foot and fingerprints. طبعات الأرجل وطبعات الأصابع. السؤال الثامن. How can police officers prevent and solve a crime? Or which places do police officers watch? المعنى شنوى كيف يستطيع وجال الشرطة يمنعون ويحلون الجواب. Or which places do police officers watch? شنوى الأماكن اللي شوفون بها اللي شاهدونه. الجواب. The police officers often watch the places where they think that crimes are likely to happen. هما هذا غالبا ما شاهدون الأماكن اللي الجواب عادة ما تحدث. السؤال الثامن. السؤال الثامن. What places do attract pickpockets and thieves to steal? شنوى الأماكن اللي تجذب النشارة والساقين اللي يسقون. الجواب. When is being a police officer's life in danger? معنى هذا سؤال متى تكون حياة رجال الشرطة خطرة? الجواب. It is when he has to arrest somebody or stop a fight. متى? He has to arrest somebody عندما يجزن أو يقبض على واحد or stop a fight. يقاف الشجار. السؤال الثامن. What is a pickpocket? منوى النشارة. الجواب. Pickpocket is a person who steals money from your pocket. المعنى هو شخص اللي يسوق من جيوبك. من جيوبك. السؤال الثامن. Why does the police officers like his job? ماذا؟ رجال الشرطة يحب عمله. يقول له. Give two reasons. أعطي سببين. الجواب because he likes his job because he likes the feeling that he is helping others as well as making his city a better place. معنى هذا الجواب أنه يحب عمله لأنه هو يحب للشعور أنه هو يساعد الآخرين ويسوي مدينته مكان أفضل. تقى هذه الإجابة بعد الشرح. أسرح تطلع لكم الإجابة. أتمنى لكم أن نجاعد تفوق أخوكم مشتبكة من حمزة. ترجمة نانسي قنقر